تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من جولي خبرية اللي بتيجيكم مني محمد عواد في قناة سيرفي سبورتي اللي بطلب منكم تشتركوا فيها لو سمحتوا حلقة اليوم فيها خمس مواضيع سريعين من الأخبار الأول رونالدو يوم أمس وصل 101 أول لاعب بعد علي دائب يكسر حاجز الميت هدف الدولي مش بس هيك رونالدو عنده ثمن أهداف بس وبصير الهدف التاريخي لكرت القدم الدولية يعني بتخيليه اللاعب هو الهدف التاريخ لكرت القدم الدولية وهدف التاريخ لدور الأبطال وهتلقوه يعني أرقامه استمراريته مذهلة رونالدو بلش يقوله عنه انتهى ب2014 من يومها جاب 3 أبطال من يومها حسطم 10-12 رقم قياسي إضافي يعني صراحة رونالدو لما يعتزل حيطلع مسيرته وبتذكر أنا يعني شخصيا معلومي لمورينيو ومقولي لمورينيو لما إيجي على ريال مدريد قال لا رونالدو اللي بيحاولوا الناس يصوروه فيه أقلب كثير من رونالدو المعروف رونالدو يجب أن يكون في الصفحة الأولى من كتب التاريخ من زي ما كانت في 2009 محاولة الترويج له أنه لاعب ممتاز وحيمره الخبر الثاني واضح جدا في تطورات كبيرة في مسألة دي باي برشلونا اللاعب صرح وقال بوضوح فيه اهتمام من برشلونا واستفسرت من النادي عن وضعي في كلام كبير أنه دي باي حيفرض على ليون بيعه في النهاية خصوصا أنه عقده رح يخلص السنة الجاي ليون أيضا من طرف واعترف أنه ما رح يسمح لللاعب أنه يرحل مجانا فأفضل له يبيعه لان الآن باقي آخر الساعات خلينا نشوف شو ممكن يصير من الأشياء اللي مش حستبعدها دخول اللاعب بشكل مفاجئ في الصفقة تجاه ليون مقابل دي باي ممكن يكون اللاعب صغير في العمر وممكن يكون حتى يعني هي كمجرد فكرة عشوائية برايتوث ومنذكر جميعا أنه الدور البلجيكي كان من أوائل من استسلموا في كرة القدم أيام كورونا يوم أمس أعلن رسميا عودة الجماهير للدور البلجيكي في أندرلخت حيكون 6500 متفرج تقريبا في ملعب أندرلخت قصدي ومش كل الملعب في بعض الملعب اللي عندها الشروط الصحية حترجع الجمهور واضح جدا أنه في شيء مش مفهوم يعني الأرقام مثلا بتلقاها بتطلع برجع الجمهور الأرقام بتنزل بحرموا الجمهور في شيء مش مفهوم هل هم يصاروا عندهم دراية أكثر ومعلومات أكثر عن الأخذات في الماضي ما بنعرف بس الواضح جدا أنه الأندي عم تضغط بشكل رهيب جدا أنه يرجع الجمهور ولو بنسبة 30 أو 40% لتخفيف الخسائر وبنعرف أنه هادرسون رجع وجدد عقده مع مان يونايتد وفيه تصريح لوكيل أعماله يوم أمس مهم قال لو مش جايبينه يصير أساسي ما بيجددوا عقده خمس سنين لأنهم عارفين أنه سعيه وطموحه يلعب في المنتخب الإنجليزي وعشان يلعب في المنتخب الإنجليزي لازم يكون يلعب مباريات كثيرة في المان يونايتد رسالة تحذرية واضحة من وكيل الأعمال لديخية اللي ألمح أيضا بشكل غير مباشر قالك هو غلط أغلاط كثير عن ديخية السنة الماضية بس إحنا بنعرف أنه ما زال الحارس رقم واحد وكأنه بيقول أنه إحنا متفهمين ومقتنعين أن ديخية يبدأ الموسم الجاي حارس أول لكن لو بلش يغلط لازم هندرسون يصير أساسي استراتيجية هندرسون على الأغلب حتكون أنا بدي الكؤوس أعطيني خمسة عشر مباراة مع معي يونايتد أنا موافق وبنفس الوقت أنا بدي أستنى ديخية لما ينزل مستوى وأنقض على المركز الأساسي يونايتد ربما هذه الاستراتيجية مش هتكون جد مريحة لإنه لأنه أفضل يبيع ديخية أساسي مما يبيع ديخية احتياطي هندرسون يقدم مستوى ممتاز مع شيفلد لكن خلينا نشوف كيف المستوى اللي حيظهر فيه مع يونايتد ومن المتوقع اليوم يعلم ميلان رسميا عن صفقة تونالي لاعب خط وسط ممتاز جدا لاعب جودته على الكرة ممتاز جدا محتاج ميلان هذا اللاعب من أفضل مواهب الإيطالية بظل بس أنه ينسجم مع حجم التوقعات الجديدة اللي انتقل لها في ميلان وحجم الضغوط الأكبر في ميلان الشي اللافت أنه اللاعب كان شيف يمخلص مع الانتر لكن هو بحب ميلان وقرر ربعا ميلان هنا يعني أنا تفاجأت شخصيا أنه ما زال اسم ميلان قادر يجذب أسماء رغم كل اللي صار ورغم كل الصعوبات اللي صارت ربما مش قادر يجذب أسماء عالمية بس قادر يجذب مواهب محلية مواهب إيطالية بتعرف شو هو ميلان وهذه فرصة ربما هذه الاستراتيجية اللي لازم يركز عليها ميلان فعلا ركز على الشباب اللي بيعرفوا شو ميلان وقيمة ميلان وعندهم حب لميلان هذول يجوا يمثلوا الفريق ويرجعوا يصعدوا فيه لجذب النجوم العالميين أيضا تنالي المفروض يكون نقلة نوعية في جودة خط وسط ميلان وبنستنى نشوف شو هيعمل خلصنا هذه الجولة الخبرية بندكركم تشتركوا بقناة سيرفيسبوت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة